الذي يحمله الرجال هم وصائط الحق لما تجيب لواحد لبس عمة وكاكولة بيرقص في أول في مقدمة مسرحية من المسرحيات ده اسمه إهانة للدين زي ما حصل في مدرسة المشاغبين والكلام ده جايبين واحد لبس عمة وكاكولة وبيرقص أحسن وحكم بيرقص فيه ده معناها إيه؟ هي هو الرمز ده العمة دي اللي بيلابسها والجبة والأفطان اللي بيلابسهم دول هم مش دول رمز هو عالم أي جمهورية من الجمهوريات اللي بيرافرف ده لو انت خدته مسحت بيك جزمة مش ده يعتبر إهانة للدولة هم في المظاهرات بيجيبوا الأعلام بتاعة الأعداء ويحرقوها ليه؟ ما هو ده برضو رمز من الرموز فلما العالم تبقى الدولة بتحميه والدولة متبنية القضايا الإسلامية تبنياً صحيحاً يقدروا يشرفوا الدين ده بيبقى عز العالم من عز الدولة لكن لما يكون المقدم لعبة الكورة والممثلات والمغنيات والكلام ده هو وأهل العلم في الصف الخلفي ما تجيش بقى تقارن لي هذا الزمان ذاك الزمان بالزمان الذي نحن فيه نهاردة بيموت عالم من أكبر العلماء ما فيش حد يعرف إنه مات يوم ما يحب يعملوا عنه إعلام في جرادة رسمية عبارة عن ثلاث سطور في الصفحة الأولى أو صفحة الوفيات في الآخر إلا إذا كان عالماً مشهوراً بسمعته طبل يعني زمان العز كان أهل العلم هم المقدمون عشان كده لما العز خطى هذه الخطوة التي ما نعلمه أحداً خطاها مثله بهذه الجرأة إن المماليك الذين كانوا يحكمون البلد وكان نائب السلطنة واحد من مماليك دول قال العز لم يأتني من طريق صحيح أنهم عتقاء دول مماليك مماليك يعني زي كرسو والترابيزة وفلوس دول ينبغي أن يباعوا ويوضعوا ويوضعوا أثمانون في بيت المال إزاي أنا أبقى المحافظ بتاع المنطقة مملوك آه لكن تبعني إزاي أنا أتباع نائب السلطن نفسه كان مملوكاً من مماليك حاولوا مع العز قال لهم لم يأتني عتقكم من طريق صحيح فأنتم ما زلتم مماليك أرقاء المفروض تتباعوا فلوسكم تدخل بيت المال طبعاً ثارت ثارت المماليك بل نائب السلطنة ذهب ليقتل العز بن عبد السلام في دارة طبعاً حيلوه وكلموه وباس على أديه يعني استعملوا الترغيب بأقصى ما أنت متصور ما فيش غير الترهيب نائب السلطنة أم أخذ الجماعة بتوعه دوله وأم طالع على بيت العز بن عبد السلام ابن العز لو عبد اللطيف فتح الباب لقى نائب السلطنة والسيف وبتاعه وجماعة جايين اقتلوا دخل لأبيه قال له والله الوعدة كذا وكذا وكذا قال له يا بني أبوك أحقر من أن يقتل في سبيل الله وانطلع لهم أول ما العز طلع من البيت بتاعه وقف على الباب ورآه نائب السلطنة سقط سيفه على الأرض وعد اتحيل عليه والعز أبداً يأبى لما المسألة ما مشيتش قرر العز أن يأخذ أهله ويسافر إلى الشام هيسيب مصر كلها وفعلاً استأجر كتيبة من الحمير ويأخذ أهله ومتاعه وإعزاله والكلام ده وهو كمان مشي وطلع على الشام كان في بيطانة صالحة ناس صالحون واحد ولا تنين ولا تلات همس في أذن السلطان قال له خراب ملكك سيتم ويكون إذا خرج هر الرجل أنت ملكك لن يبقى إلا إذا الرجل ده فضل في مصر السلطان مش بعات له حد عشان يجيبه السلطان راكب بنفسه وانطلق هو والمجموعة بتاعته دي ووصلوا إلى في بعض الطريق إلى العز بن عبدالسلام واصطرده ورجعه قال له اتباعه قال له اتباعه خلاص وبيعوا جميعا بما فيهم نائب السلطانة بيع كان ينادى عليهم في الأسواق فلان الفلان المملوك الفلان للبيع شوف بقى إذا كان مملوك ده معزب واحد ولا ضرب واحد ولا يكون حق واحد هيشتريه وعلاه في السائل ولا يخليه اشتغل في الفاعل بقى فلوس وغال في أثمانهم عشان كل الكلام ده يدخل بيت الماد فالإخوة اللي عملين يقولوا العز بن عبدالسلام لماذا لا تفعلون ما يفعل العز يا أخي اقرأ حياة العز واقرأ زمان العز ثم اقرأ زماننا واعرف الفرق لو كان هناك من سبيل لكنا في مقدم الصفوف أنا لا أفضل لنفسي على أحد ولكن نحن نشعر بالقضية أنا عايشين الإسلام كقضية مش علم بارد ما بنقراش ورق ولا نعب نتكلم كلام بارد نحن نعيش أنا أتكلم عن نفسي أنا أعيش الإسلام كقضية من يوم ما عرفتي مني من شماله أعيش ديني كقضية أعيش السنة كقضية خضية حياة أي شيء من الأخطاء أنا لا أسمح بها في محيط أولادي مثلا أو أسرتي لا أسمح بها أنا ظللت مدة طويلة أنا أُنكر على أولادي أني واحد منه شيء محمول ليه أنا شايف المحمول ظاهرة مرضية مش صحية ولا يجوز لأحد من أهل العلم أن يجر الداء إلى بيته إذا كان بيطلع برة يقول الغلط المفروض في بيته الغلط ما يمشيش والأولاد يساعدونه على ذلك النهار دا المحمول في آخر إحصائية قرأتها حوالي ثلاث شهور تمانية وعشرين مليار استهلاك مكالمات تمانية وعشرين ألف مليون في ليس دي لو على الأرض بقت مصانع بقت متاجر كان حالنا تغير ولد في ثلثة ابتدائي ولد في ثلثة عدادي ولد في سنوي عايز محمول يعمل بيه دا مرض فأنا أقاوم هذا ولا أسمح به أنا عايش الإسلام كقضية فلما يجي واحد يقول لي أين أنت من عز بن عبد السلام والله لو فيه خرم إبر ثقب إبر يمكن أن أفعل شيئا به ما تردد بسألة ساخنة وأنا كما قلت جئت لأتكلم على السجيتي لكن عندي كلام كثير ما هو الذي ينبغي عمله حتى نتجاوز مرحلة الألم إن يسر الله عز وجل كان حالي أحسن لعلي ألقاكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى حتى أقول لكم ما الذي ينبغي أن نفعله كل قولي هذا أستغفر الله العظيم لك لك ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر